بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنكمل عن غزوة بدر الكبرى أول معركة من المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي في الحلقة السابقة ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمشر لما سمع كلام المسلمين وعندما قالوا له سر بنا حيث شيت ولذلك أشار إلى مصارع أهل مكة الآن المرحلة هي جمع المعلومات فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وبدأ يتحسسا النبي القائد العام حتى أتيا إلى عين ما وجد رجلا كبير في السن قال من أنتما؟ قال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرتنا أخبرناك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل مكة بعد ذلك ما كان منه من الأعرابي إلا أن سأل النبي قال من أنتما؟ قال نحن من ماء هذا من نوع الكناية من نوع على أساس التخفية يعني من ماء خلق الإنسان نحن خلقنا من ماء فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بجمع المعلومات بعث علي والزبير وسعد إلى ماء فوجد غلامين فأحضراهما فسألاهما من أنتما؟ فقال نحن لقريش الصحابة كان الكل يطمع في القافلة أن يكون لأبي سفيان قال نحن لقريش فضربوهما فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد أن أنهى الصلاة قال دعوهما من أنتما؟ قال نحن لقريش قال إن صدقوكما ضربتموهما وإن كذبا تركتموهما هما لقريش فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام كم يذبح أهل مكة؟ قال يذبحون في يوم تسعة ويوم عشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بين التسعمائة إلى الألف هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام سألهم النبي عليه الصلاة والسلام من فيهما من أشراف مكة؟ الزعماء علية القوم الملأ المفسدون في الأرض فقال عطبة وشيبة أبو البحتري حكيمة بن حزام نوفل بن خويلد الحارث طعيمة النظر بن الحارث زمعة بن الأسود أبو جهل أمية بن خلب اللهم كبار أهل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها يعني زعمائها المؤثرين المفسدين في الأرض الاستشارة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا نفعل؟ خلص المعركة لابد منها أهل مكة خرجوا بحدهم وحديدهم لابد من القتال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس خلف ماء بدر يعني يجعل ماء بدر أمامه قال له الحباب بن المنذر يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله؟ أمهي الرأي والحرب والمكيدة خطط عسكرية قال النبي عليه الصلاة والسلام بل هي الحرب والرأي والمكيدة بمعنى إذا كانت وحي ليس لنا أن نخالف الوحي نقول سمعنا وأطعنا لكن إذا حرب ومكيدة وخطط هذا يا رسول الله ليس موقف لنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأيه كما ذكرنا الاستشارة مهمة نحن الآن اللي بيقدم النصيحة لا تقبل هذا الآن الذي يقدم النصيحة يعتبر عدول البلد الذي يحترق على بلد هذا بيعتبره الآن مجرم لا يقربون إلا المنافقين ولا يأخذون إلا باستشارة المنافقين ما كان منه إلا أن قال يا رسول الله هذا ليس بموقع لنا نتقدم نجعل بدر خلفنا فنشرب ولا يشربون نستقي ولا يستقون ثم أمر بحد مردم الآبار في آبار للمياه أردمها لكي لا يستفيد أهل مكة منها وهكذا حصل ثم أنزل الله عز وجل مطرا من السماع ثم بدأت هذه المياه نعمة للمسلمين ونقمة على أهل مكة أهل مكة كانت المنطقة اللي جالسين فيها كل تراب ناعم جدا ما كانوا يقدروا يمشوا فيه بينما المسلمين لبدت لهم الطريق واللي بروح إلى بدر نحن ذهبنا إلى بدر وشهدنا هذا الأمر وقفنا على العدوة الدنيا والعدوة القصوى وعين بدر وأنا أذكر لغاية الآن عام الست وسبعين عام الست وسبعين كانت عين بدر تجري بالمياه لغاية الآن اللي النبي عليه الصلاة والسلام جلس عندها فمشى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وبدأ يشجع الجيش يقول هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان وحي من عند الله عز وجل الله عز وجل أوحى إليه بمصرع زعماء أهل مكة وبات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متضرعا إلى الله وأنزل القرآن إذ يغشيكم النعاس أمتنة منه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حول الدعاء وتضرع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أرادوا أن يقدروا عدد جيش المسلمين يعني آلاف أهل مكة أخرجوا ألف وآلف مقاتل طيب كم عدد المسلمين فبعثوا عمير ابن وهب الجمحي فطاف حول جيش المسلمين بفرسه ثم عاد إلى أهل مكة قائلا لهم إلى الجيش قريش قال لهم ثلاثمائة مقاتل يزيدون قليلا أو ينقصون لكن أحذركم يا أهل مكة قال لهم ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا هنا واضح يثرب تحمل الموت الناقع وقوم ليس معهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم ثلاثمائة أربعطاش ثلاثمائة أربعطاش فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم تثبيت معنويات لأهل مكة من اللي عارض الشيطان أبو جهل مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبى بن ربيع كان هذا سيدهم من سادتهم فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش ويسيدها المطاع فهل لك إلى خير تذكر به لآخر الزمان الدهر ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمر بن الحضرمي فقال فعلت قال له بس إيتي جيب لنا روح على هذا الشيطان على أبو جهل أبو جهل لما سمع بهذا الأمر صاح انتفخت أوداجه قال انتفخ والله سحره ما كانوا يتأمون النبي عليه السلام بالسحر فقال عتبى سيعلم مصفر أسته يعني من خرج منه الصوت من دبره فبعت أبو جهل لابن الحضرمي واستثاره وحرش بين الناس خلع ملابسه اللي هو ابن الحضرمي طالبا أخذ الثأر لأخيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتضرع إلى الله الدعاء اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض أبدا اللهم أنجز لي ما وعدتني وإحنا بحاج ماسي إلى الدعاء ودعاء المؤمن مستجاب بإذن الله عز وجل بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف صف مستقيم فجاء هذا النموذج من النماذج بأحد الصحابة بالعصة فقال يا رسول الله قد أوجعتني أريد أن أخذ حق القصاص فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف عن بطنه فأكب الصحابي على بطن النبي عليه السلام يقبله قال له ما الذي حملك على هذا قال يا رسول الله هذه معركة قد أموت فيها قد أستشهد فيها أحب أن يكون آخر لقاء لأن يمس جسدي جسدك الشريف هذا حب هؤلاء الصحابة للنبي عليه السلام أبو جهل رفع يديه ودعا فاستجاب الله عز وجل قال أبو جهل اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغدا يعني ارمي بالأرض اللهم أينا كان أحب إليك وأرض عندك فانصره اليوم فأنزل الله قرآن يتلى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وجت على رأس أبو جهل بداية المعركة هجم واحد من أهل مكة اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي وأقسم ليشربن من عين بدر فما كان من أحد الصحاب اللي انضربه فقطع رجله فأخذ رجله ورماها ثم هجموا عليه فقتلوا وبدأت المعركة بالمبارسة عتبة شيبة الوليد من أهل مكة النبي عليه الصلاة والسلام خخرج إليه ثلاثة من الأنصار قالوا لا نحن نريد من المهاجرين فقال النبي عليه السلام قم يا حمزة بن عبد المطلب قم يا علي بن أبي طالب قم يا عبيدة بن الحارث ولاد عمه ولاد عمه حصلت المبارسة حمز قتل المقابل وعلي قتل وعبيدة اختلفا بطعنتين ثم قتل اللي هو الوليد بن عطبة فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين وأنزل الله عز وجل الملائكة لتقاتل مع المسلمين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ يحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ولذلك كانت قتل الملائكة تقطيع رؤوس الأصابع إذا انقطعت الأصابع ما فيش مجال تمسك السيف الصحابة يقول وضرب الأعناق بعض الصحابة كان يقول والله إني لأهوي على الرجل المشرك بسيفي فيتطير رأسه قبل أن يصل سيفي لذلك واحد من الصحابة بيقول لأولاد أخوه وقد أصيب بالعمى يا ابن أخي والله لو أخذتني إلى بدر لأريتك منك أين كانت تخرج الملائكة إذن الله عز وجل أربعة الملائكة يقاتلوا مع المسلمين في معركة بدر هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين النبي عليه السلام مسك حفن التراب ورمه قال شاهت الوجوه شاهت الوجوه عمير بن الحمام مع حبات تمر لما سمع النبي عليه السلام يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض رمى حبات التمر وقال بخن بخن أما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة هذا طبيعة هؤلاء الصحابة أول المنهزمين إبليس الذي تشكل بصورة سراقة ابن مالك انهزم إني جاروا لكم الآن تخلى عنهم فما كان من أبي جهل لما رأى أصحابه يهربون من المعركة قال لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم فإنه كان على ميعاد مع محمد أو من محمد فولاك والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا بدناش تقتلوهم أربطوهم ارباط ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم هذا كلام أبو جهل مصرع فصرع أبو جهل شباب اثنين غلمان مثل ما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيقول والله ابتدرني اثنين من العنصار كل واحد مني يا عماه أرن أبا جهل لأنه ما بيعرفوا أبو جهل أرن أبا جهل مثل الأسود حتى قال أشرت إليه لما رأيت أبا جهل أشرت إليه أن ذاك أبو جهل فابتدراه بسيوفهما واحد يضرب من هون والثاني عن اليمين عن اليسار عن اليمين حتى رموه في الأرض فجاء إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فجلس على صدره فقال أبو جهل يا رويعي الغنم لقد ارتقدت مرتقا صعبا يعني ما بيطلع لك ترجلس على صدر زعيم أهل مكة قالوا لي من الدائر اليوم قال لله ولرسوله النصر لله وللرسول قال والله لو للملائكة ما غلبتمونا فجز عبد الله بن مسعود رأسه ومسكه بأذنه ورماه بين يدي النبي عليه السلام قال يا رسول الله عدو الله أبو جهل فضحك النبي عليه السلام وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأذن والرأس زيادة أبو جهل لطم عبد الله بن مسعود على أذنه فثقب أذنه فقال أذن بأذن والرأس زيادة مات قسم كبير من أهل مكة طبعا عدد شهداء المسلمين أربعطعش ست من المهاجرين وثماني من الأنصار أهل مكة سبعين قتيل وسبعين أسيرا رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب القليب بير صغير ووقف النبي عليه السلام يخاطبهم قائلا لهم يا عتبة يا شيبة يا أمية هل وجدتم ما وعد ربكم حقا سيد العمر بيقول يا رسول الله آتو خاطب جيفا قال ما أنت بأسمع لما أقول منهم يا عمر يعني سامعين الكلام اللي أنا بتكلمه وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا إياهم بئس العشيرة كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس هل وجدتم ما وعد ربكم حقا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب انهزم أهل مكة اللي قتل قتل اللي أسر أسر البقية هريب إلى مكة المكرمة فوصل إليهم سفيان بن الحارث بن عبد المطلب سأله عم أبو لهب قال أخبرني كيف صنع الناس كيف كان أمر الناس قال ما هو إلا أن لقين القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا يعني المسلمين بقتلوهم كيف ما بتهم يأسرونهم كيف شاءوا ويم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيض على خيول بلق بين السماء والأرض والله ما تلقى شيئا ولا يقوم لها شيء يعني ما فيش بوقف أمامها قال أبو رافع هذا كان عبد عندهم تلك والله الملائكة اختاض أبو لهب فقام إليه فضربه للأرض وبدأ يطأه بقدمه فما كان من أم الفضل زوجة العباس إلا أن أتت بعمود خيمة فضربت أبو لهب على رأسه فشجت رأسه قالت له أنت الآن استقويت عليه بحال غياب سيده هذا على ما حصل الآن عندنا بعد هذه المعركة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بعد من يبشر أهل المدينة المنورة استبشر أهل المدينة المنورة بنصر الله عز وجل وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فرسعين سبعين بعير ليس معهم من أدوات القتال إلا الشيء القليل بمقاييس الدنيا الأصل الانتصار كامل لأهل مكة مقاومات المعركة ألف مئة فرس ستمائة درع الإبل الأعداد الهائل جدا الأصل النصر لأهل مكة لكن الله عز وجل ينصر ولذلك قارن في غزوة في غزوة فتح حنين معركة حنين لما اختر المسلمون بقوتهم إن حزموا فلم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة قليلة جدا هذا النصر من عند الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله عز وجل طبعا عندنا بدأ المسلمون بأخذ الغنائم وهذا كان درس للمسلمين إن الدنيا ما تكون في قلوبنا ما نركز على الدنيا إذا ركزنا على الدنيا إذا تبعنا أذناب البقر صلط الله علينا ذلا لا يفعه عنا أبدا حتى نعود إلى ديننا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى وأشهر سشار الصحابة فكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام عدم قتلهم وكذلك أبو بكر ولكن عمر بن الخطاب الفاروق قال يا رسول الله أعطني أقارب أنا أقتلهم وأعطي أبا بكر أقارب فليقتلهم كل واحد يبدأ بأسرى قوم لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لهم الفداء فسجنهم النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يذخن في الأرض لأنه راح يرجع مرة ثاني قاتلونا هؤلاء سيقاتلوننا مرة ثانية وهذه كانت سياسة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهذا ما يفعله الآن انظر الآن إلى روسيا ماذا تفعل في أوكرانيا قتل لذلك عمليات قتل فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل من ملفداء فأنزل الله عليه وأنزل الله عز وجل عتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك عفى الله عنك الآن على مستوى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يذخن في الأرض ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هؤلاء الأسرى من لم يكن معه مال فليعلم عشر من أبناء المسلمين وهذا أهمية العلم من غزوة بدر أهمية العلم إحنا لازم أمة متعلمة إحنا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أبناءنا علماءنا حجروهم بسبب السياسات اللي في بلاد المسلمين مليون عالم مليون عالم عربي مهاجر إلى أمريكا وكندا وإلى أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا لم يبقى عندنا علماء نتعب وندفع الأموال الهائلة لهؤلاء العلماء فيستقبلونهم العالم الغربي على طبق من ذهب جنسية إعطاهم الأموال صنعوا الصناعات اللي موجودة في العالم الغربي قسم كبير منها اللي صنعها أبناء المسلمين ليقتلوننا بها فالأصل عندنا إنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء من المواقف من المواقف اللي بتبين لنا ولأنا لعقيدتنا مش ل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عن كان معه الراية راية المسلمين لقي أحد الأنصار أحد الأنصار قد مسك أخوه أسيرا فلما شاف أخوه فرح قال يا أخي يعني دير بالك علي بلغتنا فما كان من مصعب بن عمير إلا أن قال لأخيه الأنصاري يا أخي أشدد وثاقة أربطه مليح فإن أمه معها مال يعني راح تودي لك مبلغ من المال بحرز مبلغ من المال أشدد قال له أهذه وصيتك بي أخي قال له إنك لست أخي هذا هو أخي أخوي في الإسلام اللي بيقدم على كل شيء هذا فالمعركة هذه قتل النبي صلى الله عليه وسلم النظر بن الحارث النظر بن الحارث اللي كان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله هذا كان النظر بن الحارث يجمع الناس ويقول لهم لا تسمعوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام أنا تعالوا تنعطيك قصص مثل قصص اللي بيجيبها محمد عليه الصلاة والسلام وكان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عقبة بن أبي معيط هذا كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم فما كان من عقبة إلا أن أسلم دعا يوم من الأيام في دعوة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أسلمت فأسلم فما كان من النظر من الحارث لما عرف ذلك إلا أن قال للعقبة وجهي من وجهك حرام كلامك عليه حرام حتى تأتي محمدا فتكفر بدعوته وتدفل في وجهه فما كان من عقبة إلا أن كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وشتم النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله فيه قرآنا وفيه سورة الفرقان تتلى إلى يوم القيامة التي يعتبر نوع من أنواع العذاب التي نزلت على عقبة بن أبي معيط في ذلك الوقت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فقط لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات إلى لقائنا القادم نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالس خفّ خیر خیر اشتركوا في القناة